lindo فأني غلطان أنا غلطان يا بابا أنا أحملت اللي أنت عايزم بس أرجوك خلي الجمبي جاية اللي جايلي بعد المصيبة اللي انت عملتها دي عايزان عاملك ايه انت عايز لي عاملوه عامله اللي أنت عايز لي عاملوه عامله بس أبوز إيدك أبوز إيدك خلي الجمبي يا بابا لو سبتهني الوحد إينا أمغوط نفسي راضي عايزة تموت كافرة كمان هو دا الバイ Airbnb ما كنت خايف مني شفتي اخرت دلع عمك ليكي واصلك لحد فين بس ارجوك ما تزمنيش يا وابا معك ورقة الجواز ايه؟ ايه 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 ولا ايه فين الندلة ده؟ انا معرفش غير الشاقة كنت بقابلوا فيها فيما تجوز من بكرة الصبح تجيني عشان نروح له انا مش اجيني نوم لحد ما بكرة اتنين صباح خير صباح النوم يا دي شقة الاستاذ عادل والله العظيم دي مش شقة الاستاذ عادل والانيسة ديجت قبل كده وقالتلي وقلتلها مش شقته وانا وصبتلها شقة عادل ايه مش كده برضو يا انسة ما دي شقة مين؟ شقة صاحب الاستاذ عادل ايه اسمه ايه يعني؟ اسمه باسم باسم ابراهيم ابو الصعوب دي شقة باسم؟ هو موجود؟ انتوا عايزين ايه بالزبط؟ انتوا عايزين اخويا باسم في ايه؟ لا ما هتخفيش اصله اه هو زميل بنتي في الكلية كلية؟ والله انا اخويا باسم مش في كليات خالص انتوا عايزين ايه بالزبط؟ فيه يا هودة بتكريم مين؟ ملال؟ اقول لي كيا هودة اخش جوه اخش جوه اشاف مم عايزة ايه يا الله جل خير يا ملال؟ مين ده؟ انا ابوه وكلمنا انا طيب اللحظة واحدة هكش ردومي واجأة يقول لحضرتك كل حاجة على طبي ويار ايه انا هتفنك هنا يا ده الصابر اهلك لازم يعرفوا حياتك ايه 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 بلاش تتكلم بلاشت بل اي حاجة امي جوه بين الحياة وموت مريضة لو عرفت اي حاجة ممكن تموت فورا تاني بتجدب تاني؟ لا 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 وانا حاجة بريسة تاني والله دي الحقيقة ابوك فين؟ ابو يا ميت من زمان كتبا جديد لاتي طب وانا حاجة معليكوا ليه بس يا جماعة وخلاص ابو جيتوا وعرفتوا مكاني فين وعرفتوا عني كل حاجة لا 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 تصدقني انا هقول لحضرتك على كل حاجة بس مش هنا انا ابويا مات وانا في تالت عدادي ابوك كان بيشتغل ايه؟ كان موظف بسيط قوي على قدو يعني كده في هيئة البريد مستاجي؟ ايو بعد ما مات امي اشتغل التمرجية في مستشفى عشان تصرف علينا اصلا معاش ابوها يعني كان قليل قوي تمرجية؟ بس كوت انتي تكمل يا بني في يوم وهي نازلة من على سلم المستشفى وقعت وتصبت في دهرها ومن ساعتها يعني وهي رقد على السرير ما تقدرش تقوم وكل يوم حالتها بتسوق اكتر من اليوم اللي قبله تا معاكش هادية تجيز انا معايا دبلوم صنايع دبلوم صنايع؟ هدي المصيب الخراس يقولتلك كامل كده وخليك راجل كامل بصد انا كنت شاطر جدا في العددية وجاي بمجموع كبير كمان بس يعني ظروفنا المادية ما سمحتش ان اخش سنوان عامة بقى وبعدها الجامعة فاخدتها من قصيرها ودخلت دبلومة وانت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا بشتغل جرسون في الكرة السياحية يعني يعني بقالي برزق كده على حسب التساهيل اه ايه بقى اللي خلاك ترجص الترجيز ده كله؟ وتلعب دور مش بتاعك وش معنى منال اللي لعبته عليها اللعبة الدنيئة دي؟ بص يا باشا انا احكي لحضرتك على كل حاجة وبصراحة انا اللي هي واحد صاحبي يعني اسمه عادل يبقى زميل منال في كلية بيحبها ويموت فيها بس هي بقى اللي ترسمت عليها بترسمت عليها؟ اه اتعنتزت ما عبرتوش يعني فان العنتزة دي بقى ان شاء الله؟ وانت فاكرا انك هتخدي زي ما كان بيديكي النادر بي ولاي؟ لا يا حبيبتي ما نعرفت اللي فيها خلاص وعرفت ان النادر بي بتاعكم هو الشمكة اللي اتصادوا بيها الفريسة طيب والله كويس ها؟ اتخديهم ولا اشوف حد غيرك؟ هاتيهم اعم ينفعهم على اقل اجيبهم الخط للموبايل يا وادل يا بتاع الموبايلات بقولك ايه؟ بعد كده لما تعوزيه تتصل بي بصراحة مجيك عندي بقى شبهة يا سلام بقيت انا شبهة دلوقتي وحضرتك قدرة الشريفة مش كده؟ يوه بلاش كلام كتير يا ياسمين يا اختي يحضش التليفونات والمواعيد اللي بتاع عمالك خلاص بدورك بقى انا هنزل دلوقتي اجيب الخط واول ما اجيبه هتصل بيك هديك النمرة واقوة هتيجي عندي تاني انا مش عايزة مشاكل مع باسم بصراحة بقى جلتته بتتلبش لما بيشوفك عندي ليه ان شاء الله؟ ماشبهش؟ والله هو ده اللي بيحصل باسم بيقول ان هو ما بيرتحلكيش وفاتن كمان بقت شايفاكي في الطلعة والنازلة عندي ما بقتش بتكلمي بتبصلي من تحت لتحت فاتن؟ طب يا مين بالله لكون موقع وقع محترمة علشان باس ما اتفكرش نفسها بقت حاجة بقولك ايه؟ ابعدي عن فاتن ايه ويتيجي ناحيتها؟ كيف هي انا واللي جرالي؟ انا اللي تب عمري بسدى كلام الصبر في المواوين وانا انا اللي تب عمري أقول الحب عمري في الطاق اه ألو؟ لول يا حبيبتي وحشتيني قامل ايه حياتي؟ لا انا كويس يا حبيبتي بتطميني مهم انت اه يا حبيبتي تعريبا خلصت كل الاجراءات اه وانتظمت في الدراسة اما انا خدتلك حتة تشقة هنا تجنن ريه وشيك زيك يا حبيبتي بسنكي علشان تنوريها وتنوريني قوليلي صحيح بابا عامل ايه؟ وتنط طب ونبيلة اتصلت بيه ولا لا؟ اه اصلا انا ما اتصلتش بيه غير مرة واحدة وماما برضو ما اتصلتش بيه غير مرة واحدة او يا حبيبتي لما تيجي وتبقي جنبي هبقى اتصل بيهم على طول قوليلي هو بابا فين؟ بابا راح يقابل منال منال؟ طب دا كويس جد؟ اه اتصلت بيه برح ونزل قابلها وتلاقيه كمان دلوقتي معاه ليه؟ هو في حاجة؟ مش عارفة والله يا حبيبي ما حاولتش اتطفل واسأل سلوى او يكون في حاجة وانتي مخبية علي؟ لا ابدا والله ما مخبية عليك حاجة مفيش اكتر من اللي قلته لك طيب خلاص يا حبيبتي عموما انا هبقى اتصل تاني عندكم او عند منال عشان ابطمت مهم دلوقتي بس انتي جاهزي نفسك كده واستعيدي عشان كلها ايام وتبي معايا يا روحي دا يوم المنى حبيبي انا مستنية اليوم دا بفارغ الصبر طيب يا حبيبتي خلي بالك من نفسك ها؟ وبيسلميلي عليهم لا اله الا الله محمد رسول الله مع الف سلام يا حبي اللبس والمصريف والعربيات كنت بتجيب نا كلهم انتسرقهم لا 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 تسرق ايام بس انا وش كده بردو انا كنت باسسرق النبس من واحد صاحبي بيشتغل في مخسله في الزمالة كنت باخب مني الهدوم ورجع هله تاني يوم على طول العربيات العربية اللي كانت معايا هنا في مصر كنت سليفة من واحد صاحبي بيشتغل في معرض عربيات والعربية اللي روحنا بيها اسكندرية كان عادل صاحبي سليفة من واحد صاحبه وبعد ذلك يا باشا أنا قانوني ماشي قانوني وزال فل ومعايا رخص سواق من أصلي اشتغلت سواق فترة كده قبل ما اروح واشتغل في الكرة الساحية كنت بجيب الفلوس من اينا كنت انا وعادل صاحبي داخلين جامعية ولما قبضناها اصرفت منها بس يعني لما الفلوس خلصت خدت مبلغ كده من منال بس ان شاء الله ان شاء الله حارده كله في اقرب وقته على داير مليم كمان وشون النصب والافلام دي كلها لمجرد ان منال رفضت صاحبك تقوم وتعملوا فيها كده تضيعوا مستقبلها انتو ايه اتجردتم الضمير خالص يا باشا انا مكنش في دماغي حكاية الجواز الغرف دي خالص والله ديها طقت كده في دماغي يعني واحنا بسكندرية اصلي بصراحة حسيت يعني كده انها يعني حسيت ايه؟ كلم حسيت انها سايبة ملاش كبير يعني بصراحة اي واحد مكاني مش هيسيب الفرصة دي ايه اللي لما يستفيد منها اكبر استفاعته؟ اصدك اي واحد صايع وانتهازي ومترباش سيد يا باشا يا باشا انا حبيتها بجد حبيتها وبعدين انفكرت اني اتجاوزها بس طبعا انا ما اقدرش اتجاوزها راسمي يعني ما تقدرش يعني ايه؟ ممكن ما اسمعش الصوتي خالص مهم دلوقتي لو تعمل ايه في الوضع اللي انت فيه؟ محمل ايه باشا انا لا اقدر اتجاوزها راسمي ولا اقدر كمان اتحمل مسؤولي الطفل يعني قصب عنك هتتحمل ده وده يا عمي يا عمي فهمني بس ما تقدش عمي ما عايزينك تتجاوزها راسمي مش عايزين منك حاجة انا عايزين بس اللي يثبت نسب الطفل ليك بعدين يبقوا اتنيلوا اتطلقوا ايوة باشا بس انا مش حقدر يعني يا داش يعني ايه؟ حدي طلب منك حاجة مش حكاية طلبات حكاية بس ان اتجاوز الاسمي دي في حد ذاتها مسؤولية يعني تفكر لوعين في عرضك ولا هننجنن عن نسب الشريف مش كفاية ان الطفل ده هتنسب ليك دي في حد ذاتها مصيبة اساسي مصيبة؟ دلوقتي بقت مصيبة؟ عشان طلعت فقيرة يعني بقت مصيبة؟ لا مش عشان طلعت فقيرة عشان طلعت غشاش ونصاب وما تربيتش ماشا باشا مابولة منك برضا السريب بقى يعني تسيبني ومين كده فكر في الموضوع وارد عليك على طول اسمع اي محاولة للهرب هجيبك من تحت الارض معقولة باشا يعني ههرب اروح فين بس اسيب ام وقت المين يا باشا يلا تكل على الله بعد يومين هتلعيني فوق دماغك تكونش سخاريات هتعمل ايه؟ تشرف وتأنس يا باشا بالإذن هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا يا مضطر اضرب ولاقي من اصباعي تحت درسه الورق اللي معاكي مش كفاية عشان سمعتك قدام الناس مضطر استحمل تصرفاته لحد ما اجيب منه ورقة جوازك رسمي ده اللي انا هعمله الكلام اللي هقولهولك ده كان لازم امك هي اللي تقوله بك ربنا يسمح بقى اكيد مش فضيالك بتجري عشان تجيب لكو فلوس وفاهمة انها بالفلوس تبقى عملت اللي عليها واده النتيجة انك وقعت في المصيبة اللي احنا فيها دلوقتي البنت اول سنها ما يوصل لمرحلة النضوك بتتفتح عليها قفاص الزئاب من كل اتجاه الكل اللي عايز يمهش فيها وكل دي ولوه طريقته الاسلوب المضمون هو التظاهر بالحب والرغبة في الجواز ده ملوش غير سكة واحدة انه يروح يخبط على باب اهلها اذا ما عملتش كده بقى وقعد يحكي حكايات وروايات وأعذار يبقى هدفه بعيد عن الشرف والرجولة يبقى نصاب وكذاب البنت بقى العقلة المتربية كويس اللي بتحترم اهلها واعيلتها وقابل ده كلك بتحترم نفسها تواجه الديب ده بحقيقته وتقفل الباب في وشه انما اذا ضعفت واستسلمت قدام وهم الجواز فتبقى ضاعت وضيعت اقرب الناس لها ايوة بس انا عمره ماما ما اتكلمت معايا في الحاجات دي زنبك فرقة بيتها ده اللي مخفف عني شوية غضب منك سامحني يا بابا اسامحك لا قلت مثلك العزر وده اللي هيخلينا حاول اصلح المصيبة اللي انت وقعتين فيها حطيتي كل حاجة ايوة مستيش اي حاجة لا اتطمينك الحمدل على السلامة والله سلامك ده شكلك مجهد قوي كده ليه لا ابدو وحسن بعتلك اتصل بيه النهاردة وقال لي خلاص كلها كميم وحروح على خيرت الله بنتي ايه هي اخبار منال ايه هي عندها مشكلة يا بابا ولا حاجة ايوة مشكلة كم ده يعني على فكري يا بابا حسامح هتصل بيك عشان يتطمن على ما ناجل ما عرف ازاي انا قلت له انها اتصلت بحضرتك وانزلت قابلتها فاستغرب ده حتى كان فكرني عارف حاجة ومخبية عليه ملك يا بابا شكله ما يطمنش ابد فعن يا سلو ما يطمنش خالص احنا مش بندغط عليك عشان تقولنا حاجة لك يا انا عايزين نقولك ما تشيلش حم موسيبها على ربنا ربنا اعمل ما فيه الخير موسيبها 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 ايه ده الحلوة بيتدلع بقى علشان يشوف غلوطة عندنا يلا يا حافظتي اومي اومي كده ويفردتولك عشان تاكلت لقمة كده تسند قلبك انا بفعلا حاس اني جعانا ونفسي مفتوحة ماركة ماركة وانا بحقيح اجيبلك اكلة اللي هي انت طبخة ايه النهاردة عاملة طاج انترلي في الفرن تاكل سوابعك وراه طب اومي اومي جارتيلي ريه موتيني من الجوع حضاري الاكل يلا جبت فواكه الستة نبيلة جابت عينب وبطخة حمرة مرملة زي العاكسك طب حضار ريه طب اوبطخة يكون ساقع متل منعناج سمعانك يا جميل بسم الله ماشاء الله ايه النور ده كله يا ماما؟ ده انا عيني عليك يا برد بس اجتلك اميرة الامبرة وانا روح احضرلك الاكل ايوا كده يا ماما فوقي كده ونورينا انت نزلت روحت فين النهاردة ايوا نزلت فاطمة قالتلي بقى مرت ما جبت العينب والبطيخ يعني هاروح فين بس يا ماما انا مش عايزاكي بس تشغلي بالك بحاجة مشغلش بالي يعني ايه هو انا عشان تعبت شوية وقعدت في البيت هتلبسوني ترطور؟ لا لا سمح الله يا ماما انا مقصدش كده انا عصدي بس مش عايزاكي تشغلي اهم حاجة انا شايلة همومي يا حبيبتي طول عمري والغاية لما موت واحكم بلد بزيها مش بيتي وبس حاضر يا ماما انا حقولك كتفين اتفضلي قولي لي كتفين الوقت ساعيت بتاع الورشة جيل نهاردة الصبح وقال ان المعرض لازم يستلم اربع قوة جايين من دوميات وانك لازم تكوني موجودة ساعة الاستلام لان انا عم سايد مسافر فجيت اقولك لقيتك نايمة وتعبانة صعبتي علي مرضتش اصحيكي فانزلت وقفت ساعة الاستلام ومضيت وخلصت كل حاجة زي ما كان رياد بيعامر بالزبط اصل الله يرحمه كان بيحكيلي على كل حاجة في شغل مدغبيش علي يا سلوة مقدرش اغيب عنك ابدا يا ماما ده العمري ما ثبتك في حياتي قلنا بيا بابا خلي بالك قوي من ماما حاضر اخلي بالي منك سلوة اوعي تهميلي في مذكرتك ما تخافيش يا حبيبتي اروح الجامعة واتابع كل حاجة وهمك ما وعيك التحانات كمان ربنا يخليك لي يا بابا انا دايما انتعبك معي انا عارف بس انا سعيد بك ربنا يرجعك لي يا بالسلامة ماما رجعت؟ لا لسه اتطميني اتطميني وحياتك يا دادا لا تقول لهاش ان انا خرجت عشان انت عارفة بتزعل قوي لما بروح عند عمي يوسف لا ما تخافيش انا مش هقول له بس الاستاذ يوسف ليه فيك ازا ما هي ليها فيك بالزبط وانت كمان لازم ترضيها عشان ربنا يرضى عنك ربنا يا خليك يا داد انا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه اي حد انت ربنا خليك انت وتفرح بولادك قادر يا كريم طب حدخل بقى شوف الولاد الولاد الست منال نيمتهم في قضة الست اسرائيل هي منال هنا ايه ادخل مسائل فل عالجميل اهلا ازايك يا منولة مالك يا حبيبتي خبرك الحمد لله كويس شكلك مش عجبني في ايه 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 نبيلة وانت كل ما تشوفيني اللي مندل توليلي شكلك في حاجة لا لا ان شكلك مش طبيعي انا حاسة ان في حاجة فيك ايه منال اوه تصدقي معك يا حق والله انا حاسة زي ما يكون كده ان انا ادخل على دور انف الوانزة الامد قوي لا لا دي مش شكلها انف الوانزة خالص طب ايه رايك بقى انا حاخدك للدكتور بنفسي سواء وفاتي او مفاتيش لا الدكتور لا 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 اصلي يعني في ايه منال مالك مالك التختي او كده ليه اصلا انا بابا خدني للدكتور بابا انتي من امت بتتصلي ببابا لا انا بقيت بسأل عليه وبكلمه وعلى اتصال داين ببعد حتى اسأليه على امون دي حاجة تساعدني انك تكلم بباباكي لانك محتاج يلم ودكتور بقى قالك ايه قال لي قال لي عندي شوية برد في معدتي مانيل لو في اي حاجة حصلت يا حبيبتي سرحيني بها عشان اقدر اساعدك وخليكي وثق مليون في المية ان كلامك دا مش هيخرج برا انا فعلا محتاجي لك يا نبيلا تكلمي حبيبتي احكي لي كل حاجة عايزة تقوليه وكأنك بتكلمي روحك نبيلا انا متجوزة وحامل وبابا عارف انا مش مصدقة اللي حصل دا يا عمي انا وللاسف طلع ولد ما عندوش اخلاق طلع كذاب واطي طب وبعدين ايه العمل قديني مستاني ردو هشوف هيقول ايه حيقول ايه دا لازم يجاوزها ورجله فوق رؤابته كمان عموما المنال معها ورقة الجواز العرفي وماضي عليها اتنين شهود طب والورقة دي كافة يا عمي الله ما نعرف يا بنتي انا تماغي دي ماغي بقت مطلخ بطا كنتش عارف انا عايزة استشير محامي في التفاصيل دي كلها طب ايه رعي حضرتك ما تسعى الاخوي يا احمد انا ما فكرت في كده هاي مسألة حساسة او انا مش عايز فضايح للبنت ابت امني عني انا حستشيره بس مش هقوله مين هي صاحبت الموضوع كده يبقى كويس بقى كتن ترخيري كامنتي دا اكيد موضوع خطير جدا اللي يخلي بولبولة الامر تيجي لغاية عملا في الحقيقه يحمد في واحدة زميلة مانان وساحبتها هي دي من بتيجي عندنا البيت البيت دي عندها مشكلة وهي حكيتلي واثقت فيا وأنا الحقيقة عايزة سعيدها وحللها المشكلة دي وإيه هي المشكلة البنت دي جوزت عرفي وحملت والودي اللي جوزته بيكبر على أنها هتنزل الجنين وهي خايفة قوي وطلبت منه أكتر من المرة أنه يكتب عليها رسمي لكن هو مش رادي وهددها لو ما أجهدتش حينكر ناسها بالطفل لي وقال لها أنه ما فيش أي دليل يزبط أنه عمل كده والعقدة ده متوسق يعني إيه متوسق يعني مكتوب على إيد محامي أو متوسق في الشهر العقاري لا طب ماضي عليه اتنين شهود أيو والشهود دول كتبين أرقام بطاقتهم الشخصية أو العائلية أيوة يا أحمد أنا شفت العقد بنفسي وكانوا بيتقابلوا فين بتقول إنهم كانوا بيتقابلوا في فنسيون ثبوت النسب هنا سهل ومضمون إن شاء الله مدامة الورقة موجودة بجد يا أحمد طبعا بجد القانون رقم 78 لسنة 1931 ينسب الطفل الأبو بناء على العقد الجواز العرفي ده كمان حنستعين ببعض عمال البنسيون عشان نسبت إنه هو اختلى بيها الله يطم من قلبك ياه قد كده الموضوع ده يهمك أوي يا أحمد هي اسمها إيه البنت دي اسمها أنا فاكرة أهي واحدة وخلاص منال 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 تعالي شبك جبتلك حاجات تجنن منال بانك! يا بانك! ادenschaft؟ يعيش انت يا بانك! بشوت من شرione! يا بانك! يا فارم! يا خرام يا بنت!ها عمال يا بنت! ديش له يا بنت! بنت مالك! مفيش حاجة! يعني ايه مفيش حاجة! ما تطمني يا دكتور! المالك يا مدام سورية قال انا كده ليه! يعني ايه! قال انا كده لي ييه يا دكتور! ما تشيكماش يا اصفر زي الامونة زي! فيدعه ويبس ابره عشان دلوقتي يذه هلسه ما يمتي! طب اتفضل يا رب بسطل يا رب اتفضل ايه دكتور اتفضل يا رب بسطل يا رب اتفضل بقدر بتقولي في ايه بقى خير في ايه 6 منال 6 منال تعملات ما طب يا دكتور في ايه معقولة معقولة ما تعرفوش انها حامل في الشهر التالت او الرابع كمان يا فتش طب يا دكتور اتفضل شاهد العفو بس يا ريك تستريح شوية 제ين شجارك ألف سلام عليك الدكتور طمنا قاول تق لم المحالة بسيطة وسhang لا معاistas ما examining viene يا هذه بتي Linked Iالت ما متى لي بسم أسمع الدكتور بيقول إن الحالة بسيطة شنقول الحمد لله الحمد لله أنا س Joey had to write him en books طي forma ألف سلام عليك يا ست مرياض ربنا يشيل عنك إن شاء الله أنت بس يشدي حيلك كده وجمدي خلاص يا منال بقى اللي حصل حصل أنا السبب يا سوا أنا السبب أوكر لها أي حاجة مش هسامح نفسي أبدا أبدا خلاص بقى يا منال كل شيء اسمه مصيب ما تعملش نفسك كده اللي حصل حصل نبيلة ممي عملاقي كويس الحمد لله ده دفت معادة معاه في المستشفى وإن الطريق تيجي عشان شوف الولاد من بكرة إن شاء الله حابت حاجة وانا حاطرت تشوفني ححاول بكرة أتكلم معاه أشرح لها اللي حصل هتقول لها إيه حقول لها الجواز الطب عرفي مالحعمل إيه مش أحسن ما تفكر تفكير تاني مش كويس أيوة بس بردو يعني الجواز العرفي أصلا عندك حل تاني مش عارف أنا ماهمنيش كل ده أنا عايزة تضمن على الموض قولي اللي ده كدرة قالوا إيه ده بيه قالوا تعرضت في صدمة جمد أو يوجدها جنطة بس إن شاء الله حتخف في العمل الكبير إنها تخف وتبقى كويس شوفتي مش قد لك أنا السبب طب وهنا همني إيه دلوقت المهم دلوقت ينحل موضوعك مع اللي اسمه باسم ده لا المهم إن همني تخف تخف إن شاء الله حتخف يا حبتي يا لدي يقول طبابة قبل أعمل فيكي كده يا أمي أعمل فيه إنك يا دياب ده يا ريتك موجود دلوقت ما كانش ده كله حصل وحتى حسام كمان سبنا ومشي يا ريته ما مشي يا صباح الفر اللي على أجل مليه عيون في الأرض صباح النور يا ريح قال لي أعمل فيه الحمد لله يا حبيبتي قولي إيه اللي مسحيكي بدر كده طبعا لازم أصحى بدر مش جوز يا حبيبي عنده محاضرة في ساعة عشرة يبقى لازم يصحى يلاقي الفطار جاه عشان ما تتأخرش يا روح قال لي ربنا محرميش منك أبدا طب يلا بقى يا حبيبي قوم خدش ويلبس على بال ما كمل تحضير الفطار ماشي إيه يا حبيبي ما لك؟ مش عارف الصحي كده مخنوع ومتعلم ليه؟ أنا زعلتك في حاجة؟ انتي؟ ده أنا لو زهلت من الدنيا كلها عمري في حياتي ما زعل منك أبدا لا أصلا أنا صحيت كده حلمت بحي الموحش قوي دقيقني وخنقني وعاكنني خير يا حبيبي احكيهولي بس الأول قول اللهم أجعله خير شفت يا سيبتي اللهم أجعله خير أمي مرمية في مكان كده زي ما يكون سحرة وتيها وعنها مليانة خوف حسيت أنها مخنوع مش قادرة تتنفس ولا قادرة تتكلم حد وأنا واقف بعيد قوي عملة شاورلي وأنا مش عارفة وصلها غريبة قوي معلش ما تقلقش إن شاء الله أول لما ترجع النهاردة من الجامعة نتكلم نتطمن عليها أستاني خايفة قولك نكلمها دلوقتي لسة بدري قوي لحسن هم هيقلق صح عندك حاجة أنا برضه فكرت في كده طب يلا يروحي بقى روحي البس وتعال أفطر وإن شاء الله لما نكلمها هنلاقي كل شيء تماما يا رب يا رب يا رب يا رب أهلا نعي لك أحتجل سلامتك يا مورياط تكتر يا عدوية نبيلة الحالة ما اتطمتش يا عمي بس حضرتك عرفت ازاي من هي اللي اتصلت بها في تليفون وقالتلي معلش يا عمي انا اسفل المفروض من انا اللي كنت ابلغ حضرتك بس هي تعبت فجأة او وانا تلخبطت واتلخمتون وبقيتش عارفة عملي كان كل هامي ان نقلها المستشفى بسرعة معلش عرفت طبعا ان وضع منال وده اللي جاب لها الكافية طب بتسكتها من ساعة ما سمعت ان منال طب لما تفوق وحالتها تتحسن فاهميها ان منال متجوزة عرفي وانها خافت ان احنا ننفض واتجوزت بالطريقة دي حاضر يا عمي حولها يمكن ده يخفف عنها ربنا يستر مش اتخطي عليك شوي اتأخرت بس معقولة يوسف طب كلمني في ديليفوت قولي انت رايح فين ولا اتأخر هي اصله كان مشوار ضروري ومفاجئ بس انا زعلانها من ساعة سلوة ما سفرت وانت سايبني الوحدي على طول بدل ما تقعد معايا وتخف علي احساسي بالوحدة وتقولي ان منال عندها مشكلة هو كل يوم منال عندها مشكلة اعش انا لما هقولك اللي حصل هتعذوري تعال جاه سيت ان منال اتصلت بيا وقالتلي ان والدتها تعبد فجأة ونقلوها المستشفى يا سادي يا رب تعالف ان حسان مسافر كان من الواجب ان انا اكون جنبها في الظروف دي لانه واه مكان دي ام اولادي الف سلام عليها ومحدش كان معاه لك نبيلة تعالفها شايلة كل حاجة على دماغها لو ما كانش موقفي حساس كنت رحت ساعدتها في اي حاجة مال منال فيه تعبانا يا حبيبتي عامل اي دلوقتي زي زي ليه بس كنتا في ايه طمينيني ماما عامل ايه الحمدلله كويسة بقت بتاكل وبتتكلم دلوقتي طميني عليها خالص سألت عليها اي وسألت عليكي طبعا زعلانة مني ومش طاية تشوفوش ما تخفيش عام يوسف كان عندها النهاردة مهدها خالص قالها هنعارف كل حاجة وهحل الموضوع وحتصرف بنفسي ما تلاقيش بقى يا حبيبي يا بابا يريتني قربت لك من زمان يا حبيبتي كل شي بعوان ان شاء الله اللي جاي احسن من نهاردة المهم دلوقتي نعايز اكلمك في موضوع موضوع ايه خير انا سألت احمد اخوي بخصوص اثبات نسب الطفل اللي باطنك احمد فلتي له بس ما قلتلوش ان الموضوع يخصك الطمينة أوه يا نبيل هيكون فيه منك معقولة معقولة يا مناله هو انا عبلة طب وقالك ايه؟ ولا حاجة قال لي ان الموضوع اثبات النسب ده سهل جدا اولا عشان فيه شهود ماضينة على الهقد وارقام بطاعتهم موجودة برطه في العقد الحاجة التانية ان البوزيون اللي كنتو بتنزلو فيه اكيد هنلاقي حد يشهد انه اختلا بيكي ستاة ايه معا حق انا كن في بالي اقوله على موضوع الشهود ده لا اوعي تقوله على حكاية الشهود ده ليه؟ يعني هو مش واخد باله انه احنا نلفط نظره ما هو ساعتها ممكن يروح للشهود ويشتريه يا سادة يا رب وفيه حد ممكن يقبل ليش هتزور طب نروح من ربنا سين؟ الكلام ده عندك انت بس يا نبيلة فيه ناس كتير قوي انفوسها ضعيفة وممكن يعملوا اي حاجة في الدنيا في مقابل الفلوس اللي خلى الودة ذات نفسه عايز يتبرق من ابنه يبقى انت تقوليلي محدش هيش هتزور ده احنا بقينا في زمن العجايد صح عندك حق يبقى هي المفروض فعلا ما تقولوش حاجة بس قولي يا حمد هو اثبات النسب ده يعني بيحصل علشان الاب يعني يصرف عالطفله كده؟ لا هو ثبوت النسب اساسا بيبقى عشان الطفل يكتب في شهادة الميلاد باسم ابوه وبكده يبقى طفل شرعي اما بقى اللي ما بتسبتش نسبه الشخص بعينه بيبقى والعياذه بالله يعني جاي من طريق غير مشروع اعوذ بالله اما مسألة المصاريف دي بقى فالجواز العرفي غير ملزم للزوج باي مصاريف او التزامات للزوجة اللي هي المهر والشقة او النفق او المؤخر والحاجات دي كلها لكن بعد اثبات النسب ممكن للزوجة انها ترفع دعوة عشان الاب يصرف على ابنه يا ساتر يا رب يعني الراجل من دول يتجاوز وخلص ويبقى خالص مخلص لا يصرف ولا يعمل حاجة يدوب بس رعالي شيلوا اسمه على فكرة يا احمد الجواز العرفي ده الخسران الوحيد اللي فيه هو الست اه طبعا اما ليه؟ وبعد كده الاولاد؟ اكيد ما كانتش تعرف كل الحاجات دي وإلا ما كانتش واقعت في الجوازة المهببة دي من قصر طبعا ما هي منال طول عمرها متنورة منال؟ مين اللي جاب سهيت منال؟ انا قلت منال؟ يا ستي ما تاخدش في بالك انا بهزر ما اتخذ اسمه اللي عليك يا ستي الناس اتفضل يا معينة سيدة سلامتك يا سيدة مالك لا يا حبيبي ما تتخدش هي كويسة قبل ياريتني كنت يبدالك يا ستة مرياض بعد الشر عليك انت وقعت لي وانا ايه يا تيتة؟ اه اه يا حبيبي اه هتقومي هتقومي ان شاء الله وهترمحي زي الحسان قادر يا كريم امي يا تيتة امي يا تيتة وانا عسنده ونخليك اتربش كويس يا حبيبي ايمن كيفية بقى ما تضهيقش تيتة؟ انا ملي بضيقة انا عايزها تقوم عشان اسندها يا حبيبي ادعي لها يا كوي ادعي لها ان ربنا اقومهن بالسلامة واحنا كلنا نعمل لها خدنا مدسو تدوس عليها او الله ستة فاطمة انا فجأة وما وريش حاجة من هنا ورايح انهابت معاها وهكون تحت رجليها تعيش يا حبيبتي انا والستة نبيلة بنريح بعض ليه كده يا ستة فاطمة؟ هو انتم اعتبريني غريبة؟ ما غريب الا الشيطان ما انت في ايدك ايمن الله يعينك عليه لا والله ابدا ده انا مهما عملت مايجيش حاجة من جميلها علي والنبي ما تحرموني من خدمتها احاضر انا حقول للستة نبيلة وبابعتلك ماشي يا ستة فاطمة ده انت لو طلبت علي حد جهالك على طول يا رب يا رب تقوم بألف سلامة بحق عملك الطيب هيا ديتك مش يلا بقى يلا ايه حبيبي؟ عايزة القوم عشان مسندها يتي المصيبة يتي المصيبة عامل ايه؟ الورا راحت فين؟ تكت معايا ربي اعمل ايه؟ اقولي بابا؟ بابا ايه؟ بابا ايه؟ بابا كان يطير عشتي ربي 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 هلو ايا منال ايه مالك Advisor عد طيليه ايه؟ ضعوت! لا كلام انتي مش قلتلي انك شايلها كويس ومحافظة عليها مش محرفة يا بابا انا حاج جندي يا بابا الوار قتلت معايا انا حطاها بيتي جوه الشنطة ورايحة جاية بيه كمان لا يمكن تقع تي لازم تكون اتخذت بالايد انا حموت يا بابا حموت حس ان ربنا بيعقدني انا خلاص بشي قادرة طيب خلاص بقى ولاش عيات اه دمتي بس انا اكيد هلاقي حالي طيب مع السلامة في ايه يوسف اللي حصل لا ما ما فيش ما تشغليش بالك انتي ما شغلش بالي ازاي لو كان في مشكلة شاركني معك فيها منها منها لستي كلمتني وهي بتعيط متضايقة ما في المستشفى اكيد نفسيتها تعبانة ربنا يا قوام هلا بستلامة ان شاء الله انت بدخلية تيجي تقعد معنا بدل ما هي قاعدة لوحدة ايه انا هروح اطامن عليها وابقى ولها كلم يا باسم كلم مين ده الراجل اللي جيه قبل كده ومعه البنت وخدت ايه ده هو فيه واقف بره ودخلتي ولا لا لا هو واقف مستنيك بره كان عايز يدخل يا جميلة السودة هو فيه يا باسم مفيش حاجة بقولك ايه خشي عالي مع ماما جوا تقفلي باب القوضة ما تطلعيش لغاية ما اقولك انت فاهمة ليه من غير ليه اسمع الكلام وانت ساكتها خلينا نخلص حاضر أستاذ يوسف أهلا من السلام تفضل انا مش جاي الضايف انا جاي نشوف هنعمل ايه اه نعمل ايه في ايه في حكاية جواز بنتي من سيادتك امتى هنروح الشهر العقاري الشهر العقاري ليه عشان نوسق الورق اللي معاك والورق اللي معا منالك اه اه طيب انا انا ان شاء الله حاب اسأل في الاجراء ده وردى حضرتك على طول يعني احسن لك تعمل اللي انا بقوله وإلا هيبقى لي التصرف تاني معاك تفاهم اه طبعا فاهم ان شاء الله بكرا باللبيك كتير يعني حيكون ردت على حضرتك وقلت لك هنعمل ايه بالزبط طيب اه 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 ام ام اه اه اله جاي يقولي هنعمل ايه? ما نشوف بقى سي يوسف هتعمل ايه? ويبقى سلملي عالشهر لعقاري. ويبقى سلملي عالشهر لعقاري. اعمل ايه بس انا مضطرة سايسه واتحمل رزالته لحد ما ناخد منه اللي احنا محتاجين بس اديم سيبا يا عنا ازاي ما بقاش عندنا اي حاجة تنسبت اللي من المتجوزة بس واي مصيبة يا بنتي المهم انا عايزك تدوري معاها تاني على الورقة دي يمكن تكون من ارتباكها كانت قدامها ومشافتهاش حاضر يا عنا من عناي لكم ايه بيوصيلي لولاد السلام عليكم ازاي يا عمي لازم حازك تطلع فوق شوية ده الولاد نفسهم يشوفو كوي معلش مرة تانية انا كنت جاي وناوي فعلا اطلع لها بس كويس ان انا قابلتك انقصتيني من ارتفاع ضغط الدم معلش يا عمي ان شاء الله ربنا يقدر حضرتك وتحلها على خير على الله السلام عليكم وعليكم السلام واجهي لا طبعا انا اليوم كان اعرفوا ان الورقات اضعت مني انتي مش بتقولي ان انتي شك انه هو اللي اخدها ده مجرد شك وبعدين مساء الخير على البنات الحلوين مساء النبيلة ماما عملاقي يا نبيلة الحام لله حببتي كويسة دلوقتي احسن قوي من بارح شفت اللي جرعلي يا نبيلة ايه حببتي عشان عقد الجواز الرضع يعني ايه ده انتي عرفتي زلال عمي يوسف قابلني تحت وبيقولك انه قابل الزفت دلس مباسم وحدد معاد معا بكرا عشان يعوده وشوفه ايلا هيتعمل بالزبط يعني بكرا هنعرف ايلا هيتعمل بالزبط ان شاء الله بس عالله يصدق في كلامه لازم يصدق هي الحكاية لعبة ولا ايه تطفل ادخل سلام عليك عليكم السلام ورحمة الله الف سلام عليك يا ساتة موريون والنبي من ساعة ما عرفت ما دعوت طعم الزن وخضيتش عليك عمري متخضتها على حد ازايك يا مر تسلمي يا دنات الف سلام عليك يا ستة الكل ان شاء الله عدوينك واللي يكرهوك ازايك حمادي تعيش يا بي تنتغالي عندنا اوى ستة موريون جمالك مغرقانة وخيرك فايد امان عليك انا عارف ان الاستاذ حسام مسافر لو عشت اي حاجة اقمريني امر اوى النبي يا ستة موريون احنا تحت رجليكي بس ياريت نقدر نردل الجماليك با انها توقفتك معنا طول عمرك بمليون راجق اوواي ما تصال العنا بمار لوك يا ربنا حيقومكك كدا بالسلامة وتمشي على رجليكي وتبقي زي الف 회 اهو توفق قدامك اوواي كدحد حيصدق ان هو يخفه ويبقى بالشكل ده لكن الحمده لله يارب يعشيل عنك وما ينورناش فيك حاجة وحشة لا أبداً يا ست موريان أنا حاجة كل يوم أشوف طلباتك أمان عليك لو احتاجتي أي حاجة أنا تحت أمرك ورحمة سرياض قلت لي قبل كده أنك هترد علي وما ردتش أنا بقى بحذرك مش كل مرة هروح أجيبك من بيتك بعدين هخش على والدتك هقول لها حقيتك لا باش أرجوك بلاش حكاية والدتي دي خالص أعمل لك إيه؟ من طوالك صغير مليكش كلمة ومليكش كبيرة أكلمه يا باشا أنا مش صغير ولا حاجة أنا جيت لك النهاردة وواخد القرار النهائي خلاص سمعني يا سيدي قراراتك حاجة معاك يا باشا حاجة معاك لغاية الشهر دعكاري وحنسجل العقود وكل حاجة هتبقى تماما بس أنا يعني ليه طلب صغير عند حضرتك كده إيه هو الطلب ده؟ يعني بعد ما الليلة دي كلها تخلص الحياة تبدل زي ما هي يعني إيه مش فهمت؟ يعني منال تبدل في بيتها وأنا أبدل في بيتي بصراحة مش هاد رصف عليها ولا مليم واحد ينجيبي موسيقى وهو مين اللي قال إني عايز أشوف خلقته على محتاج منه فلوس أساساً؟ هو اللي قالقني إنه وافق على توثيق العقود مع إنه عارف ومتأكد إنه هو ده اللي إحنا عايزينه أهما اللي قالقت له هابا؟ مش عارف أنا حس إن الولد ده بي ماطل لأنه ما تكلمش خالص عن كاتب الكتابة عند مأزونه كل اللي تكلم عليه عن توثيق العقود العرفي سي ما أكون عارف ومتأكد إن العقد التاني مش معنا مانتك حق يا بابا؟ ادخل اتفضل يا سيل أستاذ تعب نفسك ليه بس يا بابا؟ تعبك راحا؟ وإحنا ديك الساعة لما تدخل عندنا البيت واتنوره؟ شكر بابا؟ ربنا ما يحرمنا منك ولا من دخلتك علينا تصحبت البيت لو كانت موجودة كانت طارت من الفرح؟ أنا جاي البنت يا فاطمة ربنا يا رجعلك وصعبة البيت بالسلامة أمين يا رب العالمين نبيلا نبيلا ماما، أنت تكلمتي؟ الحمد للنا يا رب ربنا ماما، يقول حبيبتي أخذي أنا أبا حبيبتي معا، عدلي ما سدوهر أموك حسابة طرف العناي مرتاحة كده؟ الحمدلله ما عشميك صحتك من نومك ما تقوليش كده يا ماما؟ رح أني هم أبت أنا أصبرا مناوش وانا مش عايزة لانا ادينا عادي نسوا نتسير ومينا منت عشان لما بتصحي الصبح تبقى فائلة معي لك حاضر حقود معك شوية وبعد نحقق منام على شو انت تحبتك معي والنبي ما تقولي كده يا مام انت كده بتحسسيني غريبة عنك غريبة ده انت بيت اغلما نولانش ربنا يخليك لنا ربوت ومتنا بالسلام تفتك لنا بينا هم بالسلامة ان شاء الله يا مام حتقوني بالسلامة وتبقى زي الفل بس انت بطل تشير العم وتفكري في كل حاجة طب منال وحسام والشغل ما تحملش العم اذا كان على منال خلاص عم يوسف عرف مشكلتها وحلها لها وكل حاجة هتبقى زي الفل اما حسام بقى فدر رجل انا مش عارف انت حاملة عمو لي هو هيقدر كويسة اوه مماشي المسوليات نفسه وبعدين زي المانه دلوقتي مبسوط وبيتفسح في اوروبا ولا على بالو اما بقى عن الشغل فاسيبيعها على الله طبعاً ما هم جاهزين من ما جميعها؟ دول يتلقوا على المعرض اوام وعام سايد معاكهم وانا حاجة تم مع التسليم ثمان ساعتين عادرستان بتاعيد هي عربية الخشب اللي جاي مدومين في كمشة جاي على وصول يا ستة مرياضة خلاص يا عم سايد انت تستلم البداعة في المعرض وتقايدني كل حاجة في تفير ولا حاجة هستلك على المعرض بعد مساني بالخشب من العناية يا ست الكل السلام عليكم وعليكم السلام وانت تعال وامني الورقة بتاع الخشب اللي جاي ده من العناية اجيب لك كوباية عصير جوافة لا نبيلة فطرتني بتاتني كوباية لبنة وكوباية عصير عباية تمشي طب باركة مطرح ما يسري يا مركي ادخل ملال يا حبيبتي يا حبيبتي سمحي سمحي يا حبيبتي يريدكم جارالين جارالين لا ما السبب فيه انا هين عليها موت نفسي ما عشد تخلاصي من يوم البلوتي دي خالص مساني يا رب مش رب الروم بعيد متقوليش الكلام دا انا مستعد اعمل اي حاجة شدردي عني يوم بس سامحي انا سافلة انا مجرم حقيقال هي يوم ايوه انت امي زي ما ابي رياض الله يرحمك بي امي انا خلاص مش هقول مامي دي تاني انا اتبلع ولي وصلني اللي نفيدة تدتيني الثقة وتدتيني كل حك وناخدت الثقة دي حك علي يا امي حك علي بس قلنا بتسمحي ما هتلعت مجوزة يعني مشي من ورا يا فاطمة في السر ليه بنتي كده اللي اتبعي نفسك رقيس كده تجوزت جوزة يا هنة بجب جوزك مالكة زي ما طول عمر كنت عايشة في البيت مالكة حقيق علي حقيق علي انا غلطانة انا غلطانة حقيق علي والله بس كفاية يا بنتي كفاية ده هي ممنوعة من الهرية والنكتة دي حضر طب خلص خلص ما تزاعدش نفسك انا همشي لو مش عايزة تشوفه شي دي حتى مش هوري ولك انا أخوlerini روح assessment اللي قولي يا عم سيدي هو الأنتريеле اللي باربع فتيهات بيتبعى بنفسيا تمنى الأنتريеле ب atauين فتيهة دايما يا مدام ده حسب نوع الخشب يعني الأنترية بتاع النهاردة الصغير ده خشب وزال الأنترية التاني الكبير خشب ومش قد كده في الحالة دي بقى احنا بنبيع الاثنين بنفس الثمن او بسعر تقريبا زيه اه طب و الزبون بيفرق ازاي؟ لا يا مدام و الزبون برضو بيفرق زي ما حضرتك سألت كده برضو الزبون بيسأل بيقول لي لاثنين بنفس الثمن واللي بيفضل الشكل عن الخشب بيختار الأنترية كبير عمل اللي بيفضل القوة والمتانة بيختار الأنترية الصغير باعتبار ان ده ممكن يعيش العمر كله صح عندك حق شوف بقى يا عم سيد انا عارفة كويس قوي من ايام رياضة اللي يرحمه انك انت اليد الامينة هنا في المعرض وفي الشغلانة كلها وعارفة كمان ان السبت سوريا يتسق فيك قوي الحمد لله ده من كرم ربنا نحنا عشرة عمر مع بعض يجي 25 سنة عشان كده بقى انا عايزك تبقى معي وتفهمني كل حاجة في قصود الشغلانة عشان اقدر اسبت مكانها لغاية ان شاء الله ربنا ما ياخد بايدها وتقوم بالسلام لا تخفيش يا ماما بكرا ان شاء الله تخفي وتبقي زي الفل ويجي من هنا الشفاء وانا طول اليوم قعدة لوحدي لا عارفة اكل ولا عارفة اخد الدواف معاده معنش يا ماما انا اسفة مش هتاخر عليك تاني غصب عني والله اصلا نهاردة كان عندي كزا معاد يعني كزا مشوار طبع الشغل عشان اوزع المنتجات سامحين يا ماما سامحين عشان خطرين خلاص يا بنتي ربنا يقويك ويحافظ عليك يا حبيبتي طيب بقى انا هاقوم اعملك الاكل واجبلك الدوا وحميكي وعملك كل اللي انت عاوزها ربنا يكفيك شر ولاد الحرام يا بنتي يا رب مارك يا هودا حالك مش عجبني يا بنتي فيك ايه احكيلي احكيليك اقولك ايه يا ماما مفيش حاجة ما تشغلش بالي ما تشغلش بالي ازاي هو حد شغل بالي اللي انت وباسم انا بخير يا ماما بس هو شغل بتاعنا متعب شوية طول النهار هلف على رجليه المحل شركة المعرض ده يشتري والتاني ما يلدهش اعمل ايه بقى يا ماما الرزقي يحب الخفاه اللي مهمة تكوني بتاخديه على عد جيهتك باخد يا ماما باخد انا عزاكي تطميني خالص واي حاجة عاوزها هتلو بها مين ربنا يوسع عليكو يا ولادي يا رب انا هجيبلكتاكلي بقى ده رافي انا جالبالك النهاردة اكلة بتموت انت فيها ليه يا بنتي ببعزاك كل قرش يجيلك على الاكل تتلاقي غالي قوي مفيش حاجة تغلى عليك يا ست الكل يلا بقى انا هجيب الاكل لحتنا انا كمان عصافير بطني بتصاوسة يا حبيبتي يا بنتي مش هتاخر عليكي موسيقى 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 كنتت فين طول النهارة؟ ليه حبيبتي مالك في ايه؟ اليقيت عليكي يا نبيلا روحت النهاردة الموما المستشفى لقيت dirty فاطمة بس معها وانتي بالشناكة جيت على هنا لقيتك وليقيت الولاد وطول النهار قعد الواحدة ومش عارف انتي فين معليش حبيبتي أصلي جيت مرقيت كشف خط الأولاد وقدتهم عنده ماما عشان ما يعدوش الواحده وبعد كده عدتها على المعرض والوالشة ما أقولي؟ وقدرتي تفهمي الشغل؟ أهديني بقى تعلم، هعملي بس يا منالة لازم حدي يتابع الشغل، بغيث ماما إن شاء الله ما تقوم بالسلامة وربنا ياخد بيدها ما ينفعش نسيب الشغل الواحده كده، المالي الساي بيعلم السرعة جتلاتي ضايبهم كده عقوي يا نبيلا حقيقة برياض كان لحق يحبك الحب ده كله ربني يخليك يا حبيبتي، قومي بقى أنا كلنا لقمة أحسن أنا ما كانتش حاجة من مبارح يا؟ طب كويس إن دادة فاطمة عملت لنا أكل قبل ما تنزل طب يا حبيبتي، أنا حقوم أحضر الأكل بسرعة إيه دا ميني؟ إيه دا ميني؟ إيه دا ميني؟ إحنا المي حمادة تعالي إزاكي يا بولد، إنتي فين أنا دايخ عليك من الصورة؟ روحت زورة الستة سرية النهاردة للمغرب، ملقتكيش هناك جيت هنا مرتين ملقتش حد وماما قالتلي إنك سايبة عندها الأولاد من الظهر طب تعالي، إنتي هتكلم عن باك تعالي مساء الخير إزاك يا منار؟ إزاك يا حبيبتي، مبروك على المكتب يا إنتي لسه فاكرة تعالي عبد يا حبيبتي، إيه رأيك بقتتعشة معنا؟ لا ما أدارش، إنتي عارفة ماما ما بتاكلش أي حاجة غير لما بارك يا سلام، طب ما تاكل لقمة معينا وبعدين يبقى أكمل مع طمط أيوة يا حبيب، ما قالي عندها، أنا حضر الأكل بسرعة طيب هيا ساتي، أخبارك إيه؟ عايشة إيه النهجة اللي كلها يأس دي؟ يا ترى بقى ده بسبب مرض ناما ولا في أسباب تانية؟ أسباب تانية؟ أسباب تانية إزاي؟ يعني صحبتك مثلا؟ صحبتي؟ أيوة، صحبة مشكلة الجواز العرفي والحمل عرفي إيه وحمل إيه؟ أنا مش فاهم حاجة أنا بتقوله ده خلص المكارونا بتاع الده ده فاطمة بقية حملها إيه؟ تجنن ومسط شطف ألاحب، هالكم، في إيه؟ أنت مش كنت سألتيني في حاجات بخصوص واحدة صاحبة منالي، اتجوزت عرفي و... آه، آه، ليه؟ لا أبدا، أصل منال باين عليها ما تعرفش آه، صحبتك رانيا اللي جاوزت عرفي وأنا روحت سألت أحمد، عشان أعرف حل مشكلتها، الناس أبو الطفل و... آه، 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 صح، معاك حق أنت تقصد رانيا، أنا فعلا كنت مشغولة قوي بموضوعها للفترة اللي فاتت آه، لا عندك حق سلام عليكم سلام أحمد الله سلام أحمد الله أحمد الله ما أخذت لي يا نبيه؟ فاطمة نمت على روحها دادا، دادا فاطمة مالك يا ستة ستارت؟ تسروني عليك، بظه أخذت لي يا نبيه؟ ما عليش يا دادا، أنا عاصف روحي أنت يناني يلا، ما عليش أنا أتأخذت عليك لا، خلوني أحدا معاكم هنا، يمكن تعوزوا حالك لا، أنا قاعدة مع ماما، روحي أنت لكي تعوزوا مع منافة حاضر، ما تأمرنيش بشيء، ستة الكل بني أخلي يا فوق، ما تحلمش مني، بني أخليك سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام عليكم مع السلام كنت فيني يا نبيه؟ أنا نفسي بس تريحي روحك، ما تشغريش نفسك بحاجة خالص طب طميني، بس أقولي كنت فيني يعني أنت مصممة؟ حاضر يا ستة، أنا مريت على الورشة والمعرض وأنا جاي، هالسريع كده؟ الورشة والمعرض؟ أيوا يا ستة الكل، وبقالي كم يوم بروح، انتبع الشغل كله عشان إن شاء الله لما تقومي بالسلامة كده، تلاقي الشغل كله مظبوط ومتدوم بالمليم في الدفاتر وعرفت نظام الشغل؟ الحمد لله، في حاجات كتير قوي فاكرها من كلام رياضة الله يرحمه والباقي عم السيدة عرفهولي، يعني ما تلاقيش يا ماما عالشغل مش ده من الحاجات اللي كتقلقاكي برده؟ مش حارف أقولك يا بنتي، يا بنا بركلك في صحتك، ويعواضي خير على كل اللي بتعمليه أنا عايز أعواضي من الله، إن أشوفك ماشي على رجليكي وزي الفل يا رب ماما، ممكن استعذنك في حاجة كده؟ ولي حبيبت لي أنت عوزان؟ ممكن ماما تيجي طهد في شقاتي في الولاد، عشان باسبها معندها لما باقيلك أو بروح الشغل وبيبقوا بعيد عليها في الرايحة والجاية ملي حبيبت لي أنت عوزان؟ البيت بيتي كان أبيله؟ ربنا يخليك إليه ماما، ما يحرمنيش منك أبداً مراتك؟ ماشي، بس ما فيش حد يعرف ليه؟ وهو باباك يوسف باشا، مليكيش أن كلها كم يوم يعني ونروح المأزون في نكتب كتابنا، وتبقي مراتي بجد بقى، ساعتها الناس اللي انت خافي منهم دول كلهم، هيعرفوا أن أنا جوزك جوزي؟ بس ما تعالش الدور قوي كده، دي حاجة موقاتك نعم، يعني إيه بقى؟ يعني أنت كنت أعلى تضغطي عليها طول الفترة اللي فاتت دي، وتعمليلي أفلام عشان أجي الجاري وأتجوزك رسمي، وأنت من جواك مش طرقاني، ولا إيه يعني؟ بقول لك إيه؟ خلص، عايزي دلوقتي ما أنا أنا جاء أفرحك، جاء أبشرك، جاي أقول لك أن خلاص، كلها يومين بالكتير يعني، ونروح نكتب كتابنا عند المأزونة، نيوم الخميس الجاي؟ قلت أجي أقول لك عشان تزبطي نفسك، وتجهزي أجهز، أجهز فيه إن شاء الله اسمع، لو ما قلتش أنت عايزي دلوقتي حلاً أنا حطلع وصيبك إيه ده بقى؟ يعني إيه الكلام ده؟ طب إيه رأيك بقى أن أنا حطلع وراك إيه؟ حسر يا خليم، عليك أم تلاقي لها إلا الله، ده غير طبعاً اللي هيكره لك فوق، سفاكرني عايشة الواحدي، وبعض إيه طلع وراك إيه؟ إيه؟ إيه منال، أنا بأحبك، أحبك أول منال، حقيقة، مش قادر يعني، مش قادر يعيش لحظة واحدة من غيرك إيه يا سلام، خطة جديدة دي مع سعادة؟ كده برضو، ماشي، كلها يومين ثلاثة بالكتير، نروح للمقزون ونتجاوز رسمي، وتبقي امراطي، تعرفي يا دي أنا بأحبك، ما أقدرش لحظة أستغنى عنك صحيح، ورقة الجواز العرف اللي معاكي، لسه معاكي؟ آه طبع، ليه؟ نعم، بطمم بس يعني، أصلي بصراحة يعني محتاج مبلغ كده يعني، تعرفي بقى الجواز وكلام كبير يعني، محتاج أجيب يعني أميس حلوة كده الشيكة عشان بقى شكل كويس، وإحنا بنتجوز يعني يعني جايت أخد مني فلوسي، ماشي، تفضل، حرونات جدتك، ماشي، مابولة منك، وراتي بقى لازم أستحملها، أشوفك عند المقزون إن شاء الله، بالإذن مانال، محمد، إيه في إيه؟ مين اللي كان بيكلمك قدام البيت دلوقتي؟ وده يهمك في إيه؟ يهمني في إيه؟ يهمني لأنك بنت حتيتي، ولأنك واخترياض وحسان، ولأنك بنت الأستاذ يوسف، عرفت يهمني ليه؟ ده واحد زميلي في الجواز لا ده مزمينك إيه ده، يعني هيكون مين يعني؟ ده الشاب اللي شفتك معافة العربية من كم شهر، صح؟ لا متهيقلك لا يا منال مش متهيقلي وأنت عارفة كده كويس يا منال أنا مش بتطفل عليك أنا بس لمحت طريقة كلامك ما فيهاش أي نوع من الرضا معاه وأرجوك صرحيني لو أنت تبردت معاه في أي حاجة أو هو مسك عليك حاجة أو بيهددك بأي حاجة صرحيني وتأكد إن محدش هيقدر يساعدك خيري أولاً لأن محامي وأعرف إزاي لعبه ع الشناكل ثانياً لإني شاب زي زيه وأعرف إزاي أزنق واخد منه كل اللي أنا عايزه كل اللي قدر أقوله لك قولي يا منال قولي ما تخفيش كل اللي قدر أقولك إن فيه خطوة مفروض تتمي يوم الخميسة لو تمت أكيد هتعرف ولو ما تمتش أوعدك أني هبقى ألجاء لك وحكي لك على كل حد أعتبر دوعد؟ وعد يا حد بس يا ستي إن شاء الله أول ما حوصل هبقى بعتلكم وطمنكم عليها طب إحنا نتطمن عليك إزاي؟ ما هو الصحفي بقى اللي حيجيلكم عشان يجيب لكم الفلوس أكيد هيبقى يطمنكم عليها وحنشوفك كل قدية لا بقى حاجة أول أجازة تبقى صعبة شوية يعني منكرة أخرى عليكم وربنا سهل بقى طب يا ابني ما أنت كنت قاعد هنا في بلدك في مصورة والحمد لله إيه خدك بس تتغرب وتروح بلد تانية يا حاجة يا حاجة ده ما فيش شاب في مصر بيتمناش يسافر برا عشان يشتغل وإنت عايزين نعود هنا معقول يعني الأعمار بيد اللي يابي وإني زي ما أنت شايف رجل برا ورجله جوه واختك المسكينة دي مين حيرعيها لو جرالي حاجة؟ يا ماما ما تقوليش كده ربنا ديك الصح يا رب دانت البركة يا جميل صحيح أنا مش برعاها بحاجة هي اللي بترعيني وشيلاني بس أحس معاها برضو ربنا يا خليك لينا وشفيك يا رب إن شاء الله حتجوزيها وتربي ولدها كمان يا ولادها اه طبعا ولادها يا جميلة انترس في عيز شبابك WeekFat وصغير وغميل وقامر كده والله هتوحشنا أي باسم البيت هيبقى فاضي قوي من غيرك إن شاء الله بقى لما بعطلكم الفلوس البيت هيبقى مليان خبق حاجة هتدهيني البيت كده وتتعلجيه في أحسن مستشفىيت إن شاء الله وعPLk اهز الهانم دي احسن جهاز ربنا يرزقك يا ابني برزقنا بحق جاه النبي يا رب يا رب ان شاء الله اسمعي حاج خدي الفلوس دي اسرفي منهم لغاية ما بعتلكم فلوس ان شاء الله ياخد عدوينك يا حبيبي صحيح يا باسم انت ما قلتش مسافر فيه السعودية شو معنى السعودية يعني؟ يا عم عادل اهو اي اسم جي على بالي وخلاص وانا حنقق يعني الله يا باسم انا مداء او من الموضوع ده حاسس ان انا اللي ازيت مناني الازية دي كلها يا راجل ما تقولش كده يلمك ان انا كنت اخلص الموضوع ده اوام اوام لكن دخول ابوها بقى في الحكاية هو اللي بوازها خالص اخيالي عادل طلبين مني مهره وشابكة بمبلغ كبير جدا عشان اكتب الكتاب لا وايه بقى عايزين اطلق بعد شهر وادفع المؤخر والنفقة كمان يرديك يا عادل يرديك كده اجيب منين بس اخوي ما هو ده اللي خلاني وفقت على كسبة سفرك بره دي لولا كده والله انا كنت هقف قصادك وما خلكش تتخلى عنها ابدا بالشكل ده يا راجل دي عيلة صعبة اول بدغطوا علي اول يا جدا مومي دلوقتي انها لازم اسفر البحر احمر لازم اشتغل هناك لازم اشتغل هناك ليل ونهار اموت نفس بالشكل ان شاء الله حتى اشتغل تلاتين شغلانا ببعض عشان ابقعت لومي مبلغ محترم كده يا خليها تصدق ان انا سفرت السعودية بجد يا ابني ما كنت قلت لومك على الحقيقة ووسطها هي وهدى ما يقولوش لحد يا سلام يا خوة قول له ان اتجوزت وحماية بيدور علي اه لا مش قصدي كده يعني قصدي بقلاش موضوع سفرك بره ده قول لها مثلا ان انت عليك ديون ولو حد يساعل عليك قول له ان انا مسافر بره ايو يا عادل انت عارف امي يا اخر هتقعب بقى تسألني ديون ايه يا ابني والمين وعشان ايه وتعمل كده في روحك ليه يا ابني وما تنامش الليل بقى وتبقى حالتها حالة على ايه ده كله لا اذا كان كده بقى يبقى عندك حق بس سفرت ابو منال جهل امك وقال لا على كل حاجة والله بقى انا ناوي اعمل حاجة كده وربنا سهل واتجيب نتيجها حاجة حاجة ايه ايه بقى مين سيجبنا دلوقتي غريبة مين 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 كنت نعمل الوقت يوسف انت بقى لك علمك الخاص ومش عايز تشاركني فيه وانا سايبك براحتك بس مش حاضر استنى كده كده كدير وانا سايبك ايوه منال خليلي والولد ده ما اتصلش بيك لا يا بابا ما اتصلش بس هو جالي قدام البيت وخد مني فلوس عشان مصاريف التوسيق فلوس؟ ازاي تدينه فلوس؟ تتجن انت ايه؟ ما هو قالي هيدفقهم في الشهر العقاري قلت اديهم له عشان ما يبقلوش حجة بقى شهر العقاري ايه وزيفت ايه على دماغك ودماغه وانت معاك عقد ما نقصله يا بابا ما انا قلت هدور عليه عبال يوم الخميس هو فيه ايه يا بابا؟ هو بيجدد في موضوع التوسيق ده؟ استعفو الله انت انا كنت ناوي اخده واطلع بيه على اقرب مأزون عشان العقد اللي انت ضيعتيه ده ما قلت ليش ليه ساعة لما طالب منك الفلوس انه جالك ما جاش في بالي يا بابا ما قصله جالي فجأة قدام البيت مرزفت المحمول ده بتعملي بيه ايه؟ لازبته ايه؟ طب هو ممكن يعمل ايه يعني؟ يعني هو ممكن ما يوصقش العقب ولا يكتب الكتاب؟ يكتب الكتاب؟ طب ناوي 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 اناوي زي باسي يا بابا؟ زي الناس ناوي انا شوف سلفه في المصيبة دي ايه حاضر جاهزة ناديلي باسم لو سمحتي باسم اخويا سفر مبارح بالليل اكيد سفر؟ اه؟ ما سابش عنوان او تليفون دي هناك؟ لا والله ما سابش اي حاجة من دي خالص مين يا هادا؟ يا واحد يا ماما بيسأل على اخويا باسم باسم، اللي ده سفر السعودية على عيني، ربنا يا رجعه بالسلامة اهلا وسهلا، اي خدمة؟ انت عادل زدان؟ ايوا فندم اي خدمة؟ انا يوسف عز الدين والد منال زملتك اللي تأمرت عليها انت وصحبك باسم انا مليش اي دعوة حضرتك بالموضوع ده المهم باسم فين دلوقتي؟ باسم سفر السعودية سفر امتى؟ انبارح بالليل كده من غير مقدمات؟ لا لا ده بقاله مدة بيسعى في الحكاية دي طيب، بلاغه بقى يا شاطر اني مش هسيبه حتى لو راح الصين مش هسيبه انت فاهم؟ دكتور كمعام؟ كم طمعت؟ كنت عايزة اتمنى على حد ما وصلت لي الحمد لله ما فيش شك اننات حسينت اكتر من الاول وشوية بالعلاج انت بقى احسن بكتير يعني ايه امل انها تخفى خالص؟ ايه بس الحالة بسهلة يعني ايه دكتور يعني الحالات دي مبتخفش ولا ايه؟ اللهم ما عدرش اقديب عليك ما عدرش اقلت انها تخفي تماما خصوص ان انسانها مصباية وكمان انها بتعاني مرتفعك في ضغط الدم ومع الادوية بالعلاج الطبيعي ممكن تكون افضل بكتير طب يا ترى ممكن تروح البت امتى هي الحالة دلوقتي شيف المستقرة وممكن تروح بكا لو عايزينها وقالا بنصحكم ياريت تجبولها كل سنتحال عشان تبقى تتحرك بسيتنا ورعاة من نفسيتها وكمان ما تحسش في العصده بقوضة بحباية ايوة كده يا ست الحباية يرجعين اولي بيتك من تاني ربنا ما يحرمنا منك ولا من نورك وربنا يتمم شفاك يا رب هزتك ان انا ضلمت البيت مش نورته يا فضل اوه اتقوليك يا مام ده انت حسك في بيتك بالدنيا كلها اوجي اليوم اللي بقيت مجرد حسة في البيت ازاي بقى؟ ده مفيش حاجة ممكن تحصل في البيت ولا بره البيت هلا برعيك وبشرطك وبأمرك فين ما نقل؟ نايمة يا ماما فودتا ورايحة في سبع نوم دي حتى ما حسيتش ان احنا جينا وده بقى اللي بقى بدا الرجلية في البيت لا يا ماما ابدا ده مؤقتا بس لغاية ان شاء الله مال علاجة طبيعي جيبنا تكتو وتقومي بألف سلامة وتمشي على رجليك من ليش ترادة؟ الستة نبيلة الدكتور انبارح الدهري اول ما قال لها رح تنزلها بالليل مشترياة وقالت ننتي اول ما ترجع البيت لازم يكون موجود طبعا يا دادا وحلين لها بركة لاما انا حبيبتي عروحة صحي مانين دي عادف رح قوي ما تعرف انك رجعتي البيت انت حلال يا فاطمة وأصيلة قوي النبية ست سرية دي سادة برا وجوه دي مسكنة ما بتنامشي من المستشفى للورشة للمعرب للبيت بصراحة أصيلة ومليون أصيلة بنا عواطها خير يا رب يا رب ويقومك بالسلامة ما اللي قولت فين يا فاطمة؟ مع أم أحمد في شقة سريات تعرفوا كل ما بيشوف تنبيلة بتعمل كده باتع بكتر ليه بس؟ ليه كفال للشرف؟ ولا ده بدل ياختي ما تفراحي وتتطميني وتحط ببطنك كده بطيخة صيفي إن ربنا وكانت لك حد كده يقف وراكي ويقومي يا حبيبتي باللي انت مش قادرة تقومي بيه؟ ماما ده اللي بيتعبني وبعود ألوم نفسي اللي كنت بعمله فيها أعتبر يا ضي نوريني كان عنده حق اني أحبها ودفعها ماما يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي وحشتيني قوي قوي أيها يا عم حبيبتي أقول لحضرتك بس أني أجدت أحسن بعدين تروح للمستشفى ما تلاعينش تخضى علينا أه الحمد لله الدكتور قال إن الحال حتتحسن مع الوقت وإزاي قبل مكتب الحمد لله أهم يا عمي قاعدين مع ماما لأ كويسين حاضر حاضر من عناي مع السلام نبيلة نبيلة إنتي هنا ما سايبة ماما قاعدة هنا ليه في إيه حبيبتي كنت بأكلم مع عمي يوسف بابا قال لك حاجة بخصوص معادة النهاردة معادة معادة إيه معه معه باسم اتفق مع بابا إننا نحل المشكلة النهاردة يا إما نكتب الكتاب يا إما نوسق العقل كتب الكتاب غريبة عم يوسف ما جاب ليش سيرة خالص على موضوعه كتب كتاب ده معقولة إزاي طبا أنا هتصل ليه لا بقولك كلمة من قطك عسل ماما تحس بعدين حوانا حقومة تطمنا على الولادها ها؟ حقدر ماشا يا الخير ماما جابة يا مساء النور حبا يا ماما ورحمة وحشتوني 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 رياض بك يا حبيب بك يا ماما اهلا حبابتك ازاي كانت؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ الحمد لله كويس انت جاية بدري يعني النهاردة اصلي ماما الحمد لله رجعت الشقة خلاص والله مبارك وبقت حلوة كده والله ابدا يا ماما زي ما هي يا دب بتتكلم وبنسندها بالعافية عشان تعني لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يشفيها ويصبرها على اللي هي فيه اه ايه رايحة فين؟ رايحة تطمن عليها يا بنتي من يوم ما دخلت المستشفى ما شفتهاش اللي مرة واحدة يا سلام يا سبت الحبايب طول عمرك صاحبة واجب سافر سافر فين؟ بيقول لي انه سافر السعودية بيقولي؟ يعني ايه؟ انت قابلتو فين؟ انا ما قابلتوش انا مقتل جواب لقيتو تحت عقب الباب يعني ما فيش كتب كتاب؟ قولك سافر تقوليه كتب كتاب مですね سوفر نحر سوفر حلول وميني اللي كافر بس تبقيديني مهزم مهزم ازاي؟ مهزمي اللي بيوزة فالسعودين ومنها اللي جاوز يعني لو بي جاوز ونفيك راس بكسير مين معي؟ مين معي؟ مين معي؟ ايوه يا عمي ايه تالي قلت المناري الكلام ده؟ طيب اقفل دماغتي فلا انا حاديا وحاكملنا فارتو طيب انا عملت التفسيك انا انا عملت النفسي كده اعملي دلوقتي يا ربي اعملي اعملي ممكن تاهدي بس لو سمحت عشان نرى فكر صح اه ارجوك وما لو اصل مال صوبنا الي بواجي حتقع من طول عشان خطري اهدي بقى الله بس انا لا اعملش اعمليش كده اعمليش كده اعملي اعملي عشان خطري اهدي منا 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 ايه قسرتوا ساني اقتر خيركو عليكم يقتوموا معي تادا، تادا ما يخلك؟ تعالي رفاه معاية ترابيزة ترابيزة تابت؟ الصفرة صفرة ايه يا ستة نبيلة؟ ألا ما عليك فيه ايه؟ ولا حاجة تادا أصلي، فيه فار نزل تحت الترابيزة وانتي يعارفة يا ماما انا بخاف من الفران ايوه يا حبيبتي، انتي بتخاف منهم قوي، اجا انا رفاه معاك لا، خليك انت، انا هاخد تادا خليك انت مرتاحة، انا هروح معاك تادا، تعالي تخروح شكرا، لهم يا حقيقي رميني متى؟ مش عارف يا عبي انا دخلت عده جاب بتكلم حفرتك في التليفون وانا ما عرفت اني بس انت اسافر فادرت تخبط دماغها من دولايبة وتخبط على بطنها لغاية ما اعيد في الارض سرية عرفت طبعا انا ما خلتهاش تحس فادلت دخل عليها وكذا فاطمة لغاية ما الاسعاب جيت ونقلناها على هنا وقلت المام اني رايحها المعرض كان لازم تعرف عشان تتأكد ان تربيتها كانت غلط المهمة بس ربنا اقومها بستلمها وسترها معها يلا يا حبيبتي يلا يا نور عيني انا هاكلك بقى كده اكلة خفيفة علشان اتقوها تحرف نفسي في ايه نفسي في انجلاوة معلش استحميلي وان شاء الله بكرا لن بقى تخفي وتقومي بالسلامة كده تبقي تاكل وتشرب كل اللي نفسك فيه خفي مش بعين يا فوق ليه بس هو في حاجة بعيدة عن ربينا وانعم بالله يش فينا وش كل مريض يا رب امين يا رب العالمين يلا حبيبتي يلا عشان ما عادت داول يلا اقول ليه ليه انا بيلا مجادش ليه دينة ليلة ويلسة مجادش ومتاخر ليه لا دي جاد من بادري أمين مجادش تشوفني ليه أصلي هي دخلت علشان تطمن على العيال وهي قاعدة كده يا حبي تعيني راحت في النوم وكتر خيرها والنبي دا الحملة يلي عليها قوي الله يا عينة ياوية وليه ليه لهم المنال فين اه النعنمة انا كل ما بخش عليها هلاقيها رايحة في سبع نوم معيها أصلهم يبقوا كده في الشهور الأولانية في الحملة دايما كده متعرفش يوسف عملك موضحة اه ما تخفيش الاستاذ يوسف دا عائل وفاهم كل حاجة وبعدين برضو يعني ما تنسيش ان دا ابوها وحيخاف عليها اتامني اذمي حملك انتي بس على ربنا وعلى الاستاذ يوسف انا مش شايف حاجة بتحصل البيت نايم 24 ساعة ويوسف لاحسه على خمر والودي اللي بتجوزها اللي عارف قاله أصل وألا فصل خلاص قربتك جنن لا دا الاستاذ يوسف بيتصل بالستة ما نال على طول وهي كمان بتكلمه طب ايه رأيك بقى انه كان عندنا هنا؟ وانت في المستشفى كربتها يا يوسف ايوه واقعد معه منال وتكلمه معه بعض يعني هو مساكل ما تخفيش بس انتي بقى تبطالي الهرية والنكتة دي عشان ربنا يعجل بش فاكل يا رب يلا يلا بقى ست الستات يلا يا حبيبتي عشان ما عاد يتداول كده هوا شوفين يلا يا حبيبتي يلا يا ستو يلا يا جميل يلا يا لوح يا أختي عليك وعلى جمالك معقولة الوقت دا كله يا عمي دلو عمليتي انت عندك انزمنوك خالصوا هيا يا خلي يا ربطور خير ان شاء الله الحمد للان انا جات على كده الجنين طبعا نزل وهي كانت حاليتها سهية جدا وهي عاملتي دلوقتي كويسة هي حالية دلوقتي في الدفاقة واول ما تفوق تظهروا تدخلوا لها شكرا للغطور شكرا طب روحة انت دلوقتي عشان ولادك مرتاحي شوية لا يا عمي انا حفظ القعدة معك يا بنت اسمع الكلام روحة يتعاربك لصبح حاضرين هالتسنين لولا تشربش ايك؟ خليك يا حبيبي انا حاوم عمليك لا لا خليك خليك انا مش بسألك علشان تعملين انا بسألك علشان يشوفك هتشن معي ودلعك والله يا حبيبي انا عرف استبرت قعد انت كامل مذاكرة وانا هعمل لك وباية شاى ما حصليتش بس لو ما كنتيش تحليفين تسلم عليك يا حدوتي بصي بقى انا هتصل بمصر عبل ما انت تعملي الشاي يا رب بقى ماما تكون موجودة دلوقتي ان شاء الله يا حبيب اكيد ان مراتي هترى هتكلمت والله يا سالوه انا هتجنب بقى لي اسبوع مش عارفة وصلها اتصل بيها في البيت يؤدولي في الورشة اتصل في الورشة يؤدولي في المعرض اتصل في المعرض يقولي لي لسه ماشي حالة وموبايلها على طول مقفوط انا مش مهم اي حكاية تكونش مثلا زعلان ان انا تباوزت طب ما تتصل دلوقتي انا متأكدة انك لو تصلت دلوقتي هتعرف تكلمة اتصل كده وشوف لو معرفتش ابقى انا ما بفهمش حكا بركاتك يا شيخة سالوه هلو ايوة يا خلافاتمة ازايك يا حبيبتي وحشان انا حسام عاملة ايه وكلكم عاملين ايه تمام مراتي اه كويس لا بقى دي عمر عتعجبك اولا ما تشوفيه لا يا ستي مش خواجاي دي مصرية ومية مية كمان بقولك اي يا خالي ماما رجعت ايه اللي من ايه من الشغل طبعا تي مالكة خضيتي كده ليه رجعت يا مالكة طب اداني بسرعة والنبي عايز اتكلمه هموت واسمع صوتك هلو ايوة يا امي ازايك يا حبيبتي عامل ايه وحشان يا ست الحبايب لانا كنت حتجنن عشان اسمع صوتك وانت كمان وحشتني يا ضرايا عامل يا حبيبي انا كويس يا حبيبتي كويس قوي المهم انت يا حبيبتي صحيتك عامل ايه نحمد ربنا ربنا اديني الصحة كده بس استنى واشوفك مالكة يا امي في ايه انت بتاعاتي بعاية لا يا حبيبي باشتك انوحشني صوتك النفس اسمع قولي ازاي امرادك لا كويسها يا امي بتسلم عليك كتير سلملي عليها ليه يا حبيبي كده جوزت على نبيلة وقسرت بخاطرها تبت غلبانة وطيبة وحملت اسية معقولة يا امي انت اللي بتقولي الكلام ده انا مش مصدق ودامي لا يا ابني انا عرفت امتها يلا كل شيء راح لحارب المهم ببقى كلمني وطمنى عليك يا حبيبي حاضر يا امي حاضر انت بس خلي بالك من نفسك ومن نبيلة ومنال ولاد رياض يا امي بالسلام اروح خل بقى كون نفسك يا حبيبي لا الهي بلا الله مالك يا حسيا اللي حصل المم تصوري ان امي بتلومي علشان اتجوزت على نبية لأ وبتشكر فيها قوي قوي يعني معقولة أه والله طب الحمد لله ما هي أكيد حس تقدقينة بي لإنسانة كويسة وأصيلة من جواها خصوصا يا حبيبي يعني إن خلاص مبقاش في أسباب تعمل مشاكل رياض الله يرحمه وإنت مسافر يعني خلاص جايز سيدة نبيلة طب منيني من العاملة إيه الحمد لله يا داد ربنا نجاه الجنين سقط وهي حرامك التعب نعوي طب هي عاملة إي دلوقت ما شفنا إيش الصبح إن شاء الله هنشوفها تكون فائت ربنا نجيب العواقب سليمة يا رب رح فيه تعالي رايحة أشوف ماما تطمن عليها لا لا ده أنت لما تأخرتي سألت عليك أنا قلت لها إن أنت جيتي وإن أنت مع العيال آه طيب يا دادة أنا هروح شاقتي غير يدوني وهاجي لها وهقول لها أني لست صحية من النوم طب لو سألتك عن منال هتقول لها إيه أنا ما عرفتش هقول لها حاجة كل اللي قلته لها إن الوحم جايلها بالنوم عشان كده نيمة على طول كويس قوي أنك قلت لها كده بغاية بقى ما تشوف حل لحكاية دي يا أستاذ يوسف أصل هو لو ما اتصلش بي أنا مش هعرف اتصل بي حاضر حاضر هبلغه أول ما يتصل بي هل صحيح؟ الله يخرب بيوتك يا باسمي أنا كان بس إيه اللي ورطني التوريطة المعببة دي؟ ما شو ما؟ ما عرش يا حببتي ما استحمل شوي لسه ممنوع أي حاجة قدفل معددك ما استحمل إيه ولا إيه بقى عدويدة؟ ما استحمل اللوات هالفية دا؟ ولا اللي الموت اللي يحس بيه؟ العطش بلي احرام احرام احنا تبعينا ومهافت على قد كده لا حصلك ده يا كرم من ربنا صح يا عمي عندك حق نحمد ربنا ونشكر فضل ومهافت على قد كده على قل انت دلوقتي تقدر تعيش حياتك لغاية ما تحلي مشكلتك مع الزفت اللي اسمه باسم ده لان لو ما كانش حصل كده كان الطفل الحقيقي ده يسبب لي مشكلة كبيرة قد حين الحمد لله الحمد لله المهم تقومي بالسلامة وتحكري في مستعبلك بقى في دراستك ان شاء الله برحي عوادي في رحمت الحمد لله السلامة بابا ايه ربنا وحرميش بمجال موسيقى 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 مساء الفل على ست الحباية اه نبيل سابيني الوقت ده كله لوحدي ليه ده حبيبتي حقك علي انا والله ماما ديسة جاي من بره ودادة فاطمة في المطرخ بتعمل الأكل طب مان الفين انا باليومين مش بتقاش قصت بصراحة ماما من الساعة ما رجعت البيت وهي نفسيتها تعبالي قويعين وبتعايت للنهار هي حاسة ان هي السبب في اللي جلالك ده فانا بصراحة اقترحت عليها تروحت وعودناه يومين كده عند عام يوم سفر عشان نفسيتها تستريح مع امراتهم؟ لا مهي امراتهم سفرها هي وبنتها عند والدتها اه طب مش برضو كتتجي السلم علي قبل ما تمشي معلاش يا ماما استنى بصراحة قلت لها بلاشي طب ليه انا بلابنتي كده؟ اصلي كل ما بتدخل عندك بتبدل تعيط وانتي كمان بتوعدي تعيطي بتتعبلك اعصابك ومانتيش نقصة انا ما سدقت انك بايتي كويسة فقلت لها تمشي كده على طول ولما ترجع ان شاء الله تكون نفسيتها استريحت وتقعد معك براحتها طب قوليلي حملة ايه في الحمل؟ يدعي لها يا ماما ربنا يخلصها منه على خير يا لهوي ليه يا بنت؟ ده لو ساتت كان بعد الشرح تروح فيها بعد الشرح ليه يا ماما؟ انا عايزة بس ربنا يخلصها من اللي هي فيه ده من غير ما تتقذي ليه؟ هي الواد المتجوزها وزي نازل العيل ولا ايه؟ الواد بلانيلة ربنا يخلصها منه هو التاني وتفوق لنفسها بقى مع واحد يعرف قيماتها ويعرف ما امها نبيلة فيه؟ هو الواد طفش؟ لا لا يا ماما طفش ده ايه؟ انا بس بقولك كده بفتفض معاكي هي ما تعرفش الكلام ده؟ سكان على الواد الواد مكالبش فيها ومش عايز يسيبها طبعا وكان هيلاق زيها فين؟ كان هيطول مفرها؟ قديك انتي قلت يا هو عشان كده بقولك الكلام ده؟ بقولك يا نبيلة عايزة تعود على الكرسى يا بعجل ليه؟ عايزة تعود على الكرسى عشان تتحرك في الشقة تشوف اللي بيحصل يظهر كده انها تضايقت لما عرفت ان منها مش موجودة في البيت وهي ما تعرفش؟ يا بنتي معزورة ده كان في البيت ده مفيش حاجة بتمشي إلا بعلمها وبشورتها ايوا يا دادا ربنا يكون فاولة يلا يلا بقى عشان روحنا عدع الكرسى حاضر بس هخلص اللي في ايدي واجلكم يا ستي يلا ارجوكي احسن تزعل مننا بعدين دي بات بتاخد كل حاجة بحساسية قوي يا دادا حاضر يا حبيبتي ربنا يشفيها ويزيح عنها يا رب يلا حبيبتي يلا يا دادا اهلا 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 بك يا حبيبتي الحمدلله عن سلامنا اهلا بك منوّرة اهلا يا حبيبتي الفضالي الفضالي منوّرة بيك منوّرة بيك مستريحة كده ولا تحبي تخشي قطك قطي قطة سلوة هي قطك والبيت بيتك طب و سلوة سلوة؟ سلوة مسافرة عند جدتها هتاخدي راحتك خالص طب هي مش هتتدايق لو جات لقيتني بنا في قطتها تتدايق؟ يا خبرة بيت البيت بيتك يا حبيبتي وحنا هنا ضيوفك معادة بابا طبعا مش كده ولا ايه؟ طب بس انا مكنش عايزة اعملكم مشاكل مع سلوة تأكيد متعرفيش سلوة كويس لو تعرفيها متقوليش كده هي هتجي امتى من عند جدتها؟ هي ما بتروح هناك بتنسى نفسها خالص اصلا هي بتحب جدتها اوي يا ربتي ايه بسوار قنواتي؟ نحتاجها؟ اوي انا هنا يا حبيبتي ما حكيها ولو عايزة اي حاجة انا هعملها لك ولو عايزة افتحي قلبيك وتحكي لي اي حاجة انا وبابا مش هنخليكي محتاجة حاجة ابدا يلا يا عالي استريحي فقطك شوية عبل ما حضر لكل خطا اوكي اوكي مين؟ انا صابر يا باس متى اه صابر كش ازاكة باسة؟ اعمل يا حبيبتي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اه يا بي وانا كني مجر اكناين لعت بتقعد معانا ولا تصعر معانا زي الاول اه اللي جرارك؟ دا كل الزمل عايزين يقولك وانا بقولهم لا كويس اول انا بتقولهم لا ما اصلي ظروفي متلاغبات اقولي من دول الساعة ما بدأت اشتغل فترتين وانا خلاص هل كان مش شايف قدابي؟ يا دوبك اخلص شغل واجرتها ساعتين ثلاثة بقوم اكمل شغل تاني المفايزت على اخر يا بي انا عارب بس ايه اللي زين اكزان المهببة دي؟ ما انت كنت شغال زي انا وكانت الامور ماشية زي الفل اعمل ايه بس يا صابر اعمل ايه؟ ويعني فيه حد بيقول يا رب تعسني غصب عني؟ لازم اشتغل ليلة وانهار عشان اعمل قشين كويسين اعمل ايه بس؟ مقبل اخاك لا باطل يا صيد؟ ايه؟ تكونش نوة الجوز؟ الجوز؟ الجوز مين يا عم؟ انا لا اكل الجواز زي اللي ناس المتريشة اللي معاها قرش اللي معاها فلوس اللي اقدروا على الجواز وعلى طلباته يا صيد احنا بصراحة اقولنا ان باس بداخل على جواز وبيكسر قشين حلوين علشان يبدو نعيش السعيد يا راجب اعيش سعيد مين وبتاع مين؟ مش لمفهوم اللي وراها الاول ده نام لوحدها محتاجة مبلغ وقدره كل شهر عشان علاجها ده غير بقى الهم الكبير هم؟ هم ايه؟ اختي هودة السيدة اختي هودة كبيرة اللي تبعت على وش جواز دلوقتي ايه؟ يعني لازم اجهزها واجوزها واسطرها مال مين هيعمل كده غير يعني؟ بقولك يا بالسوم ومال البت ياه اللي كنت تعرفها دي اخبارها ايه؟ لسه بتقاملها؟ بقولك يا صبر ما تجيبليش سرت البت دي خالص حقسن حكرتها قلبت بسواد والكعبلت على الاخر الكعبلت على الاخر؟ وقالها؟ مشاكل مشاكل اسيلي كتير قوي ومش عارفة تصرف فيها ازاي؟ ليه يا صاحبي احتيلي احتيلي ناصل البت بتموت فيها هتتجنب لازقالي يا اخي حاولت تطفش منها كذا مرة مفيش فايدة تقولك خلاص بقى تعالي واتجوزك عرفي وافقت اين ده وافقت؟ ليه لما صدقت يا ابن؟ وبعدين؟ وبعدين ده ايه؟ اتجوزتها طبعاً يا ابن المحظوظة محظوظة؟ من حكاية يا اخويا في الاخر قلبت بغم بقى متجوز عرفي وعيش حياتك تمام التمام وتقول لي قلب تغمي ثم فين الغم اللي في العرفة اولاً مفيش اي مسئولية عليك المسئولية علي البنت وهي اللي هتتغمي علي حق اصلك متعرفش ايه اللي حصل لا ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ ابوه اللي حصل على النبي واشاء الله اما الفين ريهم وردوة نايمين اصحهم بك؟ لا حرام خليهم نايمين بس بجد كان نفس اشوفهم عشان وحشوني قوي الخلابيس دول يا سلام ما انت بقى لك كتير ما شفتهمش ولا جيت زورتهم حتى والله العظيم خصب عني وبعدين انا باتصل باماما كل يوم مش اقل من ست سبع مرات عشان اتطمن عليهم وعليكي قالتلي والله ربنا يقويك ويعينك يا رب انا حتى حسيب الشغل مع الاستاذ ناجي لان كده بيتعامل زي الطر اللي في الساقية لا بقى تشرع عليك طب وحتقول لي يا الاستاذ ناجي انا لما احتله ان القضايا الحمد لله في مكتبي كثرة وهو فهم ده بس زي ما تقولي كده مستني لما اخلص القضايا اللي تحت ايدي في مكتبه دي الاصول طبعا مش معقولة يعني حسيبه فجأة كده من غير اي مقدمات وفيه قضايا مفتوحة بين ايدي لا مش معقولة طبعا ربنا يكرمك ووفقك يا رب حقوم بقى احضرلك لقمة عشان توقع والله مجعان هو انا غريب حبعزني لا غريب ده ايه ده بيتك خلاص لما اتجوع قولي عشان اجهز الاكل من ده غده سوا خلاص يا ستحة بقولي قعد انت بس وريح نفسك قولي لي اخبار منال ايه الحمد لله كويسة قعد يومين عند بابا عملت ايه في موضوع يوم الخميس يوم الخميس وانت عارف ايه مين اللي قالك هي منال نفسها معقولة والله العظيم هي اللي قالتلي بنفسها انا مصدقك انا مش بكدبك بس انا مستغربة يعني المهم عمل ايه الوادي الجبان ده اللي يخرب بيته سافر من غير ما ياخد اي خطوة رسمي موسقش العقم ايه شفت الورطة اللي احنا فيها والمصيبة بقى ان منال كمان ضيعت صورة العقد بتاعتها يانهر مش فايت ده بعد اما جاء قدام البيت وخذ منها الفلوس ايه ده? انت عارف الحكاية بالتفصيل بقى المهم وبعدين حصل ايه ولا حاجة عادت تعايت وتصوت يعني الغاية ما وعد في الارض الجانين سقت دي لسه خارجة من المستشفى المرض اه اه عشان كده راحت عند الاستاذ يوسف اه طب انت يعني فاكر ان ماما مستحملة حاجة ادى كفاء اللي فيها التالي ما انال بقى كانت بتم تسأل عليك في المستشفى وانا مش فاهمة ان احكي لك كل حاجة طب يا طارة اقدر اشوفها مش عارفة والله يا عمي حيقولين خلاص انا حشوف ممكن اقابلها ازاي وانت ايه بس المخوطة در قابتهم في ايديك يا ابني وانت كده في السليم هل انت شايف كده طبعا هم معهمش وارقة تثبت اللي انتك باوسطها معنى كده للورقة لبنت مش ليك انت انت تقعد زي الباشا وتحط رجل على رجل ايوا يا اخي بس ممكن يعني يعملولي مشاكل وشوشرة يا ابني انت الراجل شوشرة ايه في انك اتجوزت ثم در قابت ما معموش دليل على صدق كلامهم يا صبر افهمنا انا بقى اتكلم عن الفضيحة يا اخي ممكن اوي الناس دول يروحوا يفضحوني وده ممي واختي في البيت ممي عيانة لو سمعت حاجة زي كده ممكن تروح فيها وبعدين ممكن كمان يفضحوني في حتة عندنا واختي على وش جواز الحكاية زي كده ممكن تقصر عليها وعلى سمعتها يا اخي تم تتجوزة وحد لقى جوازة سقع بشي كده ده الجوازة بيمن دول نادر يا باس ده جوازة جيالك بيضة مقشرة على طبق منفضة وبتقولك ان البيتة حلوة وجميلة ومية مية يا من ناحية الحلوة وجميلة مولناش حاجة لكن مية مية بقى دي فيها كلام تاني يعني ايه اصناها البيتة صائعة صائبة يعني يا حتى ملهاش اهلي يسألوا فيها يا راكس يعني يومين كده وقلب سفرية خروجة بتاع الكلام ده لكن بقى لغاية الجواز وعزولني عمصاب بعدين مش هيئة دي مش هيئة دي بيتة اللي اقدر تجوزها وتحافز علي وعلى بيتي يعني للدرجات يا باسم اه طبعا للدرجات لما واحدة تسافر من ورقة اهلها وتتجوز عرفي وتروح شؤة يبقى ايه بقى افرد تجوزتها حتى لو خلفت هتربع يالي ازاي عندك حق بعدين اتجوز ازاي اقول لامي ايه اقول لامي انا رفضت عليه سختي عشان اتجوز انا يا راجل لانا كنت تدفل نفسي قبل ما اقول لها الكلام ده ياه ده انت بقعت حتى تتوقع يا ابني خلاص كبر دماغ من ناحيتهم شلهم من دماغ خالص ومطرع ما يحط راسهم يلاقي رجليهم احنا الغلط مش عندينها باسم الغلط عند بنتهم السايبة اللي معرفوش ربوها المشكلة دلوقتي يا اخويا مش في بيتهم المشكلة في ابوها ابوها شكله راجل جامد قوي وجديد كده تحسوا من الناس اللي هم الوصلين وللي هم معارب جامد قوي يعني ليه؟ هو بيشتغل ايه يعني؟ معرفش بس انا يا اخي مرعوب منه ركب سايبة يا انا هيعمل لك ايه يعني؟ تعارب يا صبر انا غلبان ومليش ضهر واللي ملوش ضهر بقى بيتضرب على بطنة بعدين فيه مصيبة تانية بقى امها امها ست مفترية ومعها قرش ووصلة يعني ممكن تعملي مشاكل ومصايب انا مش قداها والحل هو حل واحد نفيش غيره اختفي لازم اختفي خالص مظهرش قدامهم لغاية ما شوف حل في مصيبة دي انا مش قدهم عمصار يا الهراب يا ده ما سن انت وقعت يا ابن ولا الهوى لماك الهوى؟ وفين يا اخوة الهوى ده؟ انا في مصيبة الصبر في مصيبة ومش علي فاخرج منها ازاي؟ اسمع انا حفكر لك في فكرة ما تخرش المية وتطلع منها من الموال ده وانت كاسبان قرشين وتمام التمام فيه؟ فين يا عمصار؟ لا يمني عليها ابوس ايدك